أمام أكبر المشروعات السياسية والاقتصادية والأمنية يلعب الفساد في العراق دورا خطيرا بإحالة البلاد لتراكمات التراهل الإداري من جهة وصناعة نهج منظم للفساد مستشر في مفاصل الدولة من جهة أخرى وتلك حرب خاضها العراق ويخوضها مع أعتى حيتان الفساد وصغاره منذ زمن طويل تحديدا ما بعد 2003 ولا زالت المواجهات تدلي بنتائج خاسرة بحق البلاد وهو ما جعل العراق بحسب مؤشر مدركات الفساد في 2022 التي أصدرته منظمة الشفافية الدولية في المرتبة السابع عربيا والمئة وسبعة وخمسين عالميا لأكثر الدول فسادا بين مئة وثمانين دولة مدرجة على قائمة المنظمة وهي المرتبة التي حافظ عليها عربيا ودوليا منذ عام 2017 إذن لم تتوقف المعركة التي تخوضها البلد ضد سارقي قوت الشعب كما وصفهم رئيس وهيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون ضمن تصريحات جديدة شدد فيها على أن المعركة مصيرية وعلى ما يبدو بحسب مراقبين فإن المؤسسة الرسمية العراقية تعي جيدا أن صناعة الاستقرار بكل مجالاته لابد أن يخرج من رحم معادلة النزاهة ومواجهة جيوب الفساد سيم المتغولة على المال العام ونسب الإفلات من المسائلة والعقاب والتي توثق منظمة رسمية كالأمم المتحدة تراجعا كبيرا في مستويات المسائلة والعقاب في العراق الهيئة أكدت في تقرير شهري لها على أنها نفذت عمليات نوعية غير مسبوقة تمثلت في آذار الماضي بالقضاء على مضاجع فاسدين من خلال تنفيذ 223 عملية ضبط خلالها 134 متهما صوت عراقي ينطق به نشطاء بضرورة أن تظهر الحكومات العراقية جديتها في مواجهة آلة الفساد وصانعيها سيما مع حديث محللين بأن الحكومات المتعاقبة لم تنجح في القضاء على وباء الفساد لما له من نفوذ مخترق لمفاصل الدولة لا يمكن محاربته إلا بالوصول إلى عزيمة قصوى في القضاء على المحاصصة والمصالح والمكتسبات التي تقودها أحزاب وجماعات تعزز وجود الفساد من خلال تعزيزها لمبدأ الاستعلاء على سيادة القانون اشتركوا في القناة